تونس المغرب يعني فخورين جدا بوجود البلاد العربية في كاس العالم السنة دي حقيقة وبعدين تواجدهم تواجد مشرف يعني هو مش موجود وخلاص لا ده موجود وعايز يحقق وبيتحدى وواقف وبيغلب وبينتصر كلمني شوية عن الجزئية دي الحقيقة مثلا على سبيل المثال طبعا المباراة السعودية والارجنتين بتكشف عن عدة عوامل انه الاستعداد الجيد والفريق الجيد ممكن يكون قادر على انه يهزم اقوى الفرق واقوى واعتى المنتخبات الحقيقة منتخب السعودية التعديل له جيد وكمان مش بس اللاعبين واختيارهم الممتاز خلي بالكم ما فيش حد فيه بمحترف بره السعودية ورغم ذلك الفريق قوي فيه تكامل باللاعبين فيه مدرب ومدير فني كان مفروض في يوم الايام انه مصر هتتعقد معه للأسف شديد تحول بعد كده انه يروح لهرفي الرينار الفرنسي تمكن من انه هو يقود منتخب السعودية وانا كنت ازعلان جدا انه هو ما اصبحش مدرب او مدير فني منتخب مصر بعد ما كان فيه هناك اتصالات معه المدرب الزكي كان قادر على انه يدرس فريق الارجنتين ومنتخب الارجنتين ويقيد حركة ليونيل ميسي وديمارية واللاعبين الافجاز حد يصدق ميسي حد يصدق اللي حصل القدرة على التخطيط الجيد ومزل الجهد عشان كده الشوط الاولاني انتهى واحد سفر الشوط التاني صعقوا السعوديين صعقوا الارجنتين بهدفين صالح الشهري وسالم الدوسري تمكنوا من تسجيل هدفين رائعين وخصوص الهدف التاني بتاع الدوسري الناس لم يتفرجوا عليه ويفتكروه هدف جميل جدا لفه بدوران بشوطة في اقصى الزاوية لحارس المرمى الارجنتين وايضا خلينا برضو مندي كريدت لانه الفريق ده تمكن رغم انه اخذ انزارات كتير واصابتين خطيرتين في المباراة ياسر شهراني اصيب مع عبدالله العيس حارس المرمى وخرج والان اقصي عن البطولة وبتعالج وكمان سلمان فرق كابتن السعودية برضو بشوطة اولاني برضو اصيب وهيبتعد عن البطولة كاملة لكن الفريق السعودية ادر انه بالبودلاء كمان ادر انه الاختيار البديل واللعب الجيد واستخدام السرعات للعبين زي نواف العابد وما الى ذلك في منتخب السعودية ادروا انه هم كمان بالروح القتالية وحراس المرمى الحارس المرمى جيد عبدالله العويس فتمكنوا انه هم يطلعوا بنتيجة ازالت العالم وتمكنت هي ومباراة السعودية والارجنتين واليابان والالمانيا هم اكبر مفاجأتين في البطولة لغاية دلوقتي صحيح صحيح منتخب تونس الحقيقة برضو بازل جود كبير جدا اندام الدينمارك وكان ند قوي جدا وتمكنوا بانه مباراة دي سفر سفر وتعادلوا لكن الحقيقة كان تونس ربما اهضر بعض الفرص المميزة كان ممكن يفوز بالمباراة دي امام منتخب صعب الدينمارك منتخب صعب لا ينظر اليه انه فريق سهل لا لا ابدا فريق قوي وكمان المغرب بحرس مرماهم الممتاز ياسين بونو تمكنوا انهم يتعادلوا سفر سفر مع منتخب عظيم كان كرواتيا اللي اخد تاني كاس العالم اللي فاتت كان الوصيف وتمكنوا انهم يخرجوا بالنتيجة سفر سفر ان النقطة اللي خدتها تونس من الدينمارك والنقطة اللي خدتها المغرب من كرواتيا بمكن تكون نقطة انطلاق لتحقيق انتصالات لانه اصعب فريقين في كل مجموعة ربنا يوفق كل المنتخبات العربية يا رب المشتركة وان شاء الله كده يعني يفرحونا اكتر ما احنا فرحانين بيهم بس هرجع اقول برضو انا بغير على فلدي قوي وكنت احب قوي ان انا اشوف مصر بس ان شاء الله نشوف مصر في كاس العالم وان شاء الله كمان استضيف كاس العالم عايز اتكلم عن الفيفا شوي عايز اتكلم عن تدخلاتهم عايز اتكلم عن دمجهم احيانا ما بين الكرة والسياسة عايز اتكلم عن تفاصيل بيحاولوا يبعدوا بيها المشجع الكروي عن الكرة ويحطوا بالهم يمكن في حاجات تانية او في تفاصيل تانية ايه المقصود بدا؟ الفيفا امبراطورية كبيرة جدا اتعملت كتب بره كتير وتعملت احقاد كتير على قضايا كتير تتهم الفيفا وعضاء في الفيفا واللجنة التنفيذية وحتى لمست بلاتر اللي كان رئيس اتحاد الدولي لكرة القدم لسنوات طويلة وقابلي جواو هافي لانج اللي قبل كده كان برازيلي رئيس اتحاد كرة القدم فيه اتهمات بالفساد والرشاوة وبلا ذلك ومستهم وفيه كتير منهم تم الأبضى عليه وبعضهم ابعد عن ممارسة الادوار ادارية في الفيفا وكرة القدم بشكل عام الفيفا زي ما بقولك انهم فعلا امبراطورية كبيرة قادرين باموال كثيرة على انهم يكونوا انهم اكبر هيئة رياضية في العالم ودي سرق قوتهم بالضبط لكن احيانا مش دايما بنشوف حاجات غريبة بناء في انحيازات بيلاقي فيه التصرفات بالضبط لكن ما نقدرش نقول اكتر من انه لازم الحركة للتطهير للفيفا والتأكد من نزاهة اللعب اللي هو فيه بنزاهة وشفافية تم في البطولات ده مهم جدا واعتقد انه ضغوط والتحقيقات اللي دايما بتتم بتحاول توقف اي عناصر فازدة سواء داخل فيفا او يتمت بصلة لها لانه حصلت حاجات كتير حتى طبعا مش يعني بدون تفاصيل هو الاستضافة في البطولات دي بيحصل فيها لعب كتير اتفاقات وتربطات واموال ورشاوة وابا إلا ذلك ودي موجودة ودي معترب بيها في العالم يعني انهم بيعملوا كده وفيه تحقيقات بتتم عشان مطاردة كل المتورطين في القصص دي لكن يبقى ان الفيفا يعني بتحاول ان هي برضو تظل الجسم تفرد صيدارتها اكتر جسم الرياضي مهم وكيان مهم جدا بيحاول ان هو يعني كذا عشان كده دايما الدول وبالذات المضيفة للبطولات بتحاول تربط نفسها مع الفيفا واعضاء الفيفا وقيدتها لانه تضمن نجاح البطولات وما يحصلش مضايقات وما يحصلش اي حاجة تعكر صف اي بطولة مقامة